موسيقى السلام عليكم أنا في البداية بكل صراحة أشبري هذا الحفل هذا الحفل اللي هو رائع و جميل وفي حقيقة حفل رائع و جميل كانت واجه فيه هذا الحفل اللي كان اعتبروه واحدة عرص كجمع شققين الشق الأول وهو الاهتمام اهتمام شباب أيتورير اهتمام مدينة الأيتورير بالجانب الإيكولوجي والبيئي على مستوى الإقليم على مستوى المدينة وعلى مستوى إقليم الحوض لأنه أيتورير كما كان الجميع جزء من الإقليم الشق الثاني وهو عنده أهمية كبيرة 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 كثيرة وهو دور الأفلام ودور السينما في إيصال الرسائل البيئي الآن هنا جميعا باش ما نقولوش الوزارات البيئة أو لا إدارات جميعا كان يهتموا بالشأن الإيكولوجي والبيئي كما كان الجميع أنه هذه اللقاءات أو الاجتماعات ربما التأثير الأكبر أو الأفلام التي تتخاطب الأطفال الرجال والنساء والمجتمع بصفة عامة عندها تأثير كبير على اللقاءات واجتماعات لأنه دائما كلمة العليم الجميع بأن الاجتماعات يكون في عشرة ديالناس أو العشرين أو خمسين لكن الأفلام تتتداول وقد تدخل لبيوت وقد تدخل وقد تفرجوها شرائح كبيرة ديالجتماعات ولهذا أنا عندي واحدة قصيرة بكل صراحة وقد نرسلم هذا الفرصة وهنا جميع هذه الأفلام لأنه يحملوا هذه الرسالة هذه الرسالة لمنحي بتلوية الهواء وطرق كيفش لأنه يكون هناك وحافظتها ولا تلوية المياه ولا تلوية الغابات كل تتعلم الآن المشاكل البيئة أصبحت كل تتعلم بها مبقاش خاصة بالأسات الاجتماعيين أو خاصة بالإدارات أصبحت المجتمع كل يولب بالمشاكل البيئية ولهذا تتعلم بأن هذه الأفلام يعني يشوفهم جميع الأندية البيئية اللي كيرين داخل الستابس موسكولان يعني ابتدائيات والإعدادية ابتدائيات والإعدادية اللي عندهم الأندية البيئية أنه يتم على مستوي إقليم يستفدوا هاد عطفال لأنه الرهال الآن وهو الرهال على الأجيال القادمة والأجيال القادمة هم أطفال اليوم اللي بتواجه في الابتدائيات ومتواجه في الإعدادية والتنويات ولهذا أقترح أنه هذه الأفلام كلها يتم تداولة على مستوى جميع الأندية اللي كينا في المدارس والإعدادية على مستوى الإعدادية وشتركوا في القناة وشتركوا في القناة شكرا